اشتركوا في القناة لمؤسسة المجلس الاعلى للمرأة والتي مكنته من تعزيز نجاحاته في ترجمة رؤى وتطلعات جلالته ايده الله لتصل المرأة البحرينية الى حيث هي اليوم وليتساهم بكل اقتدار في نهضة وازدهار وطنها وخلال ترأس صاحبة السمو الملكي حفظها الله للاجتماع الختامي لدورة السابعة للمجلس الاعلى للمرأة والذي اقيمها مساء اليوم بمقر المجلس برفاع اكدت سموها ان نتائج الخطط والبرامج التي تأتي بالتعاون مع شركاء العمل في كافة مؤسسات الدولة تأتي مبشرة وتؤكد على حسن التخطيط ودقة التنفيذ للجهود الوطنية التي يعتز المجلس بها والتي تعمل بكل جدية على الحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية واستدامة عطائها المؤثر في التنمية الوطنية وفي هذا السياق اعربت سموها عن الشكر والتقدير للحكومة الموقرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله على ما تقدمه من دعم لأعمال المجلس الأعلى للمرأة بما يسهم في دمج احتياجات المرأة في الخطط الحكومية التنموية وبما تحظى به من مساندة مستمرة لرفع نسبة مشاركتها في مواقع العمل المختلفة خصوصا في المناصب القيادية بالنظر إلى ما تملكهم الكفاءة النسائية من خبرات وامكانيات علمية ومهنية ورغبة أكيدة في إثبات قدرتها وجدارتها وكفاءتها وبمناسبة الانتخابات النيابية والبلدية التي تجري حاليا في مملكة البحرين بيّنت سموها أن المشاركة الواسعة للمرأة البحرينية تبرهن مجددا على درجة الوعي العالية والتزامها تجاه ممارسة حقوقها الدستورية وأنجاح مسيرتها الديمقراطية العريقة وقد توجهت سموها بالتهاني للمرشحات الفائزات معربة عن تمنياتها بالتوفيق لجميع من انتقل للدور الثاني من الانتخابات وعن تقديرها واعتزازها بالمشاركة النسائية العالية ترشحا وانتخابا وتقدمت صاحبة السمو الملكي قرنة العهل المعظم أيضا بالشكر والتقدير لعضوات المجلس الأعلى للمرأة على ما بذله من مساهمات قيبة لإثراء مسيرة العمل المؤسسية مشيدة بحرصهن على تقديم كل ما يلزم من أفكار واقتراحات مثمرة وبناءة كما حبر سموها عن بلغ ارتاحها من مخرجات عمل المجلس للفترة الماضية والمتزامنة مع ما واجهه العالم من ظروف صحية طارئة حيث قالت حفظها الله لقد حرصنا خلال تلك الظروف بأن يقوم المجلس بكل ما يلزم لدعم جهود البحرين الاستثنائية التي تميزت بمراعاتها لكافة الاحتياجات المجتمعية ذات الأولوية والتي حافظت على صحة واستقرار أفراده ومن ضمن ذلك احتياجات المرأة البحرينية التي قدمت بدورها أجمل الصورة في العطاء الوطني والتي ستكون دون شك قصة نجاح مشرفة تسجلها الذاكرة الوطنية بكل فخر وعتزاز وخلال الاجتماع عرضت سعادة الأستاذة هاللانصاري الأمين العام للمجلس النتائج النهائية للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي أتمت أعمالها هذا العام بتوضيح أبرز ما حقته الخطة وطنيا ودوليا خلال سنوات عملها العشر سواء على صعيد التشريعات والسياسات وانعكاس ذلك على المؤشرات الوطنية والتقارير الإقليمية والدولية التي تقيس التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية أو على صعيد تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كنظام شامل يعمل على تعزيز الشراكات وحكمة تطبيقات تكافؤ الفرص لتكون البحرين اليوم مركزا للخبرة النوعية في مجال تمكين المرأة وفي تنويع وتعزيز اقتصاد المعرفة كرافد من الروافد الاقتصاد الوطني